استقبلت وزارة التخطيط وفداً باكستانياً رفيع المستوى للاطلاع على الجهود المبذولة في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والتعرف على مبادرة حياة كريمة خلال اللقاء أشار نائب وزير التخطيط أحمد كمال إلى أن رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الدولة في 2016 لتتماشى مع الأهداف الإنمائية لتنمية المستدامة موضحاً أنه تم الانتهاء من تحديث الرؤية سيتم إطلاقها قريبة وشهد الاجتماع واستعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لمصر الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي بالأضافة إلى شرح مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري